طب ايه اللي خلينا نقول لأة لمجرد لأة من غير نقاش وتفكير في خمس مواصفات لكلمة لأة مهم نراعيها عشان تكون مبررة لما استخدم كلمة لأة مهم ان انا استخدم المعايير دي عشان تبقى لأة فعالة لأة فعالة يعني ايه؟ لأة تبني تعال نقول نحن نريد ان نستخدم لأة التي تبني انها تكون مبررة يعني كلمة لأة انا اتكلمت كتير بس انا عايزين نراكز بقى ان لأة تكون مبررة لان بدون تبرير بدون تبرير كلمة لأة اولادنا بيحس ان هم ده نوع من انواع السيطرة والتحكم فيحسوا بالغضب والاحباط وساعات يحسوا بالمظلومية وساعات يحسوا بان هم يتضايقوا واقل حاجة ضررا وان كانت ضرر اسمه ضرر ان هو يختار ان هو يبقى يستخدم الطفولة المزعينة فيقول حاضر عشان يرتاح يرتاح مني لكن هم بعد كده ممكن على فكرة يعملوا المعايزينه فالمعيار ده معيار مهم جدا جدا فكلمة لأة من غير تبرير واضح للأولاد بيخليهم هو عتف تكر ان انت ان انا مش هقدر اقول لك مش هقدر اقول لأ لان المعنى اللي ورا لأة لو بررته لأة معنى اكبر منه لأ بررهونه مفيش ولا معنى اكبر منه ولا حاجة انا بقول لك لا بلاش ده عشان دوت للأسف خطر عليك في المستقبل ممكن نفتح عليك باب ان انت تكره اللي حولك كله ازاي يا بابا لان انت لو انت اتصرفت بالطريقة دي ممكن اللي قدامك مايفهمكش او ممكن يفهمك بطريقة غلط طب اعمل ايه عشان يفهمني احنا روحنا حتة تانية بقى حتة واسعة بقى حتة فيها واسعة للتربية يبقى احنا لازم نعمل كده المعيار التاني عشان اقول لأة انها تكون تفتح بدايل مهم تكون لأة تفتح بدايل انا بسميها لا المفتاح تفتح بدايل تاني مثل لو جاء ابني مثلا قال لي ماما اصحاب المسافرين وعايزة سافر معاهم وانت مش عايزة يسافر مع صحابه لانك انت قلقان عليه او انت قلقان عليه فممكن بعد ما توضحي انه هو مش مناسب السفر المرادي عشان كده وكده 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 بتقولي مش هينفع السفر ده عشان الجو النهاردة مش مناسب عشان كمان المدرسين عددهم قليل عشان انا كنت عايزة سافر معاك واحنا ممكن نستمتع مع بعض لكن جايزة مرة جايك وانت وقت مناسب ونسافر مع بعض فممكن تقترح عليه انه هو يعزم اصحابه في البيت ونخرج مع بعض كلنا واحنا نكون موجودين في الخروجة دي وتقضي وقت حلو مع بعض سواء في البيت او برا البيت وفي نفس الوقت انت كأم تكوني مطمئنة مين اصحابه اللي هو عايز يسافر معاهم واللي هو يعرفهم وده مناسب جدا جدا لشعور الاميات وتقيمي مسألة السفر وبعدين تشوفي الطريقة المناسبة للتعامل مع مسألة السفر دي المعيار التالت يبقى اول معيار احنا قلنا معيار مهم جدا ان لا تكون مبررة تاني حاجة ان لا تكون بتفتح البداية التالت حاجة ان تكون خاليا من ابتزاز عاطفي لازم تكون لا خاليا من اي ارتباط بزعل ماما ولا بابا لان بكده بنخليهم مهزوزين وحاسين ان هما ايه هيتسلب منهم الاحساس بالقبول لو اخدوا قرار مش مقبول من اللي حواليهم فيحسوا بالعجز ويحسوا ان هما مش قادرين ان هما يعيشوا حياة مستقرة فبلاش اقول له لا اولا عملت كده انت لا ابني ولا عرفك بلاش ليه كده بس ليه ابني ولا عرفك ليه المبالغات دي ما بلاش ده رابع حاجة رابع معيار ان تكون لا خالية ان تكون لا خالية من نبرة السيطرة فكرة لا انت تسمع كلامي وخلاص ده مش بيرب الاولاد على الاتزان رقم خمسة انها تكون خالية من الانتقاد والاتهان زي ماما تقول له ماما عايز اخرج مع اصحابي ما فيش خروج ما طبعا عايز تهرب من المذاكرة ما طبعا انت خلاص شايف نفسك دلوقتي ما طبعا انت دلوقتي ما بقيتش خلاص بتسمع كلامي ما طبعا ما طبعا ما بلاش ما طبعا دي الطريقة دي بتخلق في اولادنا العناد وتشجعهم على الاستبياع عارفين الاستبياع انا اذا كنت هي دي صورتي عندكم اعامل كده طب نعمل ايه بقى عشان نقدر نوصل ان لا تكون بفيها المعايير اللي احنا زكنا دي اول حاول حاول انك انت في المواطن اللي بيكتر فيها الصدام والتمرد مع اولادك ما تستخدمش معاهم شريط الولدية الانتقادية ولا حتى الولدية الرعية عشان ما يتمردوش عليك لكن نشط عندهم شريط البالغة بايه بقى بالاسئلة الحقيقية لا الاسئلة الاستنكارية ولا الاسئلة الايه الايه حقيقية لا استخدم معاهم الاسئلة الحقيقية نعمل ايه طب في الموضوع ده سؤال بسيط بعد كده تاني حاجة كتروا الحوار مع اولادكم حوار مريح مريح في القعدة مريح في التعامل مريح في الوشوش مريح في الكلام تعملوا كده تالت حاجة علموا اولادكم بشكل واضح الاصول الخامسة اللي احنا ذكرناهم ونساعدوهم انهم يفهموها كويس وتكون معايير عندهم من معايير تقييم الاشياء اخر حاجة نصحت لكم عشان تقدروا تقولوا لأ وانتوا مرتحين علموا اولادكم ان لأ دي مش سيف وان لأ دي لما قولها لكم من حقوقكم تناقشوني فيها ومن حقوقكم تكلموني عنها لان احنا لو تكلمنا وتناقشنا فيها ممكن نوصل لخير كتير ونوصل كمان الى تعامل رشيد وفعلا ساعتها عنيبقى اول مكان بنطبق فيه قوله صلى الله عليه وسلم الراحمون ارحمهم الرحمن وتعالى ارحموا من في الارض اول مكان بنكون بررحم فيه هو اهلنا واولادنا لان احنا على فكرة ان احنا نستخدم لأ بشكل رشيد نوع من انواع الرحبة مع اهل بيتنا لان الرسول اللي عليه وسلم لما كان بيقبل اولاده وداخل على الراجل عندي عشرة من الاولاد ما قبلت واحد منهم قطل قال بل لا يرحم لا يرحم ارحموا اولادكم واستخدموا له بشكل رشيد عا تحتاجوا تتمرنوا عليها شوية وتتضربوا عليها شوية بس مولكمش بقى السعادة والهنة اللي هيصعد لكم وازاي حالتكم هتكون موسعة وازاي اولادكم هيحبوكم ويتعلقوا بيكم ويحسوا بانه انتو مصدر حكمة بالنسبة لهم ويكون مصدر لان الكلام اللي هتقولوه مكان لأ او الكلام اللي هتبرروا به لأ هيكون فيه نشاط عقلي ونشاط روحي ونشاط قلبي يجمعكم على محبة الله محبة رسوله ويجمعكم على نور الله اللي هيقذف في قلوبكم لما تكونوا محل لقولي تعالى وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ترجمة نانسي قنقر